اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بقانون من الناحية القانونية خصوصا فيما يتعلق بالمنع من السفر هذه القيود والتعديدات التي تمت في المرسوم انا ما اشوفها ان هي حقيقة غير مناسبة وترتب عليها في التطويق العملي تبعات اعتقد ان لم يتم دراستها بشكل مضبوط من خلال خبرتنا القانونية في هذا المجال نشوف ان القانون اساسا قبل تعديله بهذا المرسوم كان جدا جيد ويوفي بالوضع الحالي ممكن كان اجراء تعديلات جدا بسيطة عليه ولكن ليس بهذا الشكل بعدها بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون تعديل المادة الثانية عشر من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين حيث قرر المجلس الموافقة على استرداد اللجنة لتقريرها لمزيد من الدراسة والتباحث مع الحكومة بشأنه ويهدف مشروع القانون الى تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من وظائف الوزارات والاجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن 50% من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها ليس من العادل ان انا احجز 2% بشكل سنوي من التوظيف وليس انه بشكل عام لا بالتوظيف وهي النسبة بعدين قد ان انا ما حصل معاق ولا قد ان انا ما حصل موظف يتناسب مع الوظيفة بعدين من الذي يحدد نوعية الإعاقة التي تتمشى مع نوعية الوظيفة الموجودة في المؤسسة هذه النسبة اعتقد بانها نسبة يعني ليست كبيرة خصوصا انها ليست طبعا لا تحمل الوزارات الحكومية اي مبالغ كل ما هناك انها نسبة من الشواغر الوظيفية المتوفرة في الوزارات تخصص لفئة ذوي العاقة وبالتالي فان اعتقد بان اللجنة المؤقرة قد جانبها في اعتقاد الشاشة الصواب حينما رفضت هذا المشروع من حيث المبدأ ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من قانون جوازات السفر حيث قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون على ان يتم اخذ الرأي النهائي بشأنه الجلسة المقبلة ويهدف مشروع القانون الى تقدير المتقاعدين من رتبة عميد فما فوق ممن عمل منهم في خدمة الوطني في السلك العسكري وذلك بتكريمهم باستمرار استحقاقهم لجواز السفر الخاص بعد احالتهم الى التقاعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر